مع هذا الخبر من المغرب الذي يتمسك أبنائه ورغم الآلام التي يمرون بها والتي خلفها الزلزال يتمسكون بمبادئهم مثال على ذلك الخبر الذي ستكمله مايا فقد أبا محمد مواطن مغربي أن تتلقى بلاده مساعدة من كيان الاحتلال لمواجهة أثار الزلزال وقاموا بقطع الطريق على وفد إسرائيلي فلنتابع أنا مغربي أرفض التطبيع وأرفض المعاونة من إسرائيل أنا مغربي أرفض التطبيع وأرفض المعاونة من إسرائيل أنا مغربي مسلم لا أريد التطبيع ولا أريد معاونة الأسرائيلي أن إسرائيل خاتلة أن إسرائيل تخوتنا في كل بلاد إننا لا نريد معاونة معهم ولا نريد التطبيع معهم الله المشهد فإني قد بلقت أنا مغربي مسلم أنا مغربي مسلم لا أريد التطبيع ولا أريد معاونة إسرائيل شكرا 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 شكرا